إزاي نعالج الحبوب وأثرها بوصف بسيط مش هتكلفك أي حاجة ومكوناتها متوفرة عندك بالبي قبل ما نبدأ الوصفة اكتبوا لي بالتعليقات من أي بلد بالتابعون أنا دكتورة شيري من مصر يسعدني معرفة متابعيني من أي بلد أول مكون معنا وهو زيت الزيتون البكر زيت الزيتون بيحتوي على الخصائص المتددة للأجسادة اللي بتعمل على تفتيح البشرة وعلاج البقع الدكنة وكمان بيساعد في تقليل الأضرار والتسبغات للبشرة هنحتاج كمان للليمون أو ما يسمى بالحامض في بعض الدول الليمون بيقتل البكتيريا المتوجدة على سطح البشرة واللي بتأدي لزهور الحبوب كمان بيساهم في تفتيح البشرة وبيمسح أثار الحبوب هنخلط المكونين مع بعض والاستخدام سهل جدا هناخد نقاط من الخليط وهنضع مكان الحبوب لو الحبوب موجودة في الوجه كامل يبقى هنوزعه على الوجه كامل هنتركه لمدة نص ساعة وبعد كده هنغسل البشرة وهنرى الطب النتيجة رائعة من أول مرة بس الأفضل تقرر على الأقل لثلاث أيام للحصول على نتيجة نهائية ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وامتابعة لو حابين تستفادوا من الفيديوهات الجديد